إنتجريشن باي سوبستيتيوشن عندي إنتجريشن x power 3 x 2 x power 4-7 or power 5 dx وعايز أجيب إنتجريشن الكلام ده إزاي بتاخذ قرار إنتجريشن باي سوبستيتيوشن لما لاقي عندي كده الدنيا كلها اكسات في بعض يعني عندي اكس و اكس عندي مثلا اي و اي عندي الدنيا كلها من نوع واحد الفونكشنز كلها نفس النوع كمان عندي حاجة مؤشر مهم جدا ده يعرفني على طول ان انا هستخدم إنتجريشن باي سوبستيتيوشن لما لاقي حاجة مضروبة فونكشن مضروبة في الدنيا بتاعها إزاي يعني انا في الفونكشن اللي قدامي دي عندي 2x power 4-7 الدنيا بتاعها 8x power 3 عندي الx power 3 اه 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 الفرق بس رقم طالما الفرق رقم يبقى انا كده هشتغل إنتجريشن باي سوبستيتيوشن ما يكونش الفرق variable ما يكونش الفرق اكس او اي او اي امكان اي باور اكس مش اي لان اي شخصيا رقم تمام؟ انا عندي انا عرفة كويس ان إنتجريشن فونكشن power n مضروبة في الديريفتف بتاعها f dash dx الكلام ده بيساوي الفونكشن اللي هي f power n plus plus 1 f of x over n plus 1 plus c يعني ايه يعني انا لما يبقى عندي فونكشن مضروبة في الديريفتف بتاعها باخد الفونكشن ازاود الpower 1 واقسم على power الجديدة ووعمل plus constant فانا عندي لو هطبق الرول ده هطبقه على المسألة اللي عندي هيبقى انا عندي الفونكشن اللي هي 2x power 4 minus 7 or power 5 مضروبة في الديريفتف بتاعها لها x power 3 بس نايسها الثمانية فانا هقول هنا ان دي مضروبة في 8 واقسم برا يبقى انا عندي 1 over 8 مضروبة في الفونكشن f of x اللي هي 2x power 4 minus 7 power n plus 1 لانا عندي 5 power 6 plus c دي الطريقة القديمة بتاعتي اللي هي بوضة بالانتجريشن عشان توصل لشكل اقدر عامله انتجريشن على الطول طيب انا بقى هشتغل دلوقتي بطريقة اكثر تنظيما بحيث ان الغلاطاتي بقى اقل والوقتي بقى اقل ان انا ما عودش اجرب كتير هقول ان ال y بتساوي الفونكشن بتاعتي اللي هي 2x power 4 minus 7 اجيب ال dy y dx هتطلع 8x power 3 ده معناه ان ال dy ان ال dx sorry بتساوي dy over 8x power 3 اجي بقى اسبستيتيوت في الانتجريشن بتاعتي اجي اقول الانتجريشن x power 3 هتطلع 2x power 4 minus 7 اللي هي y power 5 dx dx اللي هي dy dy over 8x power 3 x power 3 ودي علامة ان انا كده شغلي صح هيساوي 1 over 8 برا integration integration y power 5 dy خلاص اعمل الانتجريشن على طول 1 over 8 y power 6 over 6 plus c اشيل ال y وحط حاجتها هيبقى 1 over 8 مضروف في y power 6 اللي هي 2x power 4 minus 7 all power 6 over 6 plus c اجي اقارن ما بين الكلام ده والكلام ده. هيطلع هو هو بالزبط. يبقى ايه اللي بيميز عن الطريقة العادية? ان انا مش محتاجة اجرب كزا كزا حاجة علشان خاطر اوصل للانتجريشن بتاعي. هي بخطوات معينة قدرت اوصل مرة واحدة. عندي السؤال التاني بيقول انتجريشن اكس اوبر سكوار روت وان ماينو ثري اكس سكوار دي اكس. او عندي الدنيا كده كلها اكسات في بعض فانا فهمت كده ان الدنيا هتبقى ايه انتجريشن باي سبستيتيوشن. تمام. هاجة اقول خلاص انا عرفت الطريقة وي ايكل. في واحد هيقول وي ايكل سكوار روت اا وان ماينو ثري اكس سكوار. واحد التاني هيقول وان ماينو ثري اكس سكوار. هي هي. مفيش فرق. اهم حاجة ان انا باخد الواي هي الحاجة اللي عاملالي المشكلة. الاسكوار روت عادة ان هو المشكلة. فهقول ان واي بتساوي وان ماينو ثري اكس سكوار. دي واي باي دي اكس. بتساوي. آآ نيجاتف سيكس اكس. يبقى دي واي الدي اكس بتساوي دي واي. اوبر نيجاتف سيكس اكس. وعود. انتيجريشن اكس. طايم. واي باور نيجاتف هاف. الدي اكس بيساوي. دي واي. اوبر نيجاتف سيكس اكس. يبقى بيساوي. وان اوبر نيجاتف سيكس اخلص بقى على طول. واي. اوبر هاف. اوبر هاف. اوبر هاف. يعني بطلع. هيبقى تو. اوبر سيكس. نيجاتف توفر سيكس بلاس السي. الكلام ده هيساوي. نيجاتف توفر سيكس. اللي هي اوبر ثري. نيجاتف اوبر ثري على طول. واي باور هاف. الواية هي. اوبر هاف. بلاس السي. بعد كده بيقول. انتيجريشن. سيكس اكس. اي بار اكس سكور دي اكس. او تمام. انا كده عندي. اي بار اكس. بار حاجة. وعندي اكس. يبقى. المية مش واحدة اوي. طيب. عندي ايه علامة تانية. لو جبت التجري. الداصى الطريب بتاع ال اي بار اكس دي. سيبقى اي بار اكس سكور. طايم طو اكس. او اي بار اكس سكور اهوا añ. والح Correct اه. نايس بس. اقسم على التلاتة. هتبقى. هي هي الدراب تبتع. يبقى انا كده عندي عرفت كالاص ان انا هاشتغل integration by substitution. هجا يقول ان ال y بتساوي. في حد هيقول ان ال y بتساوي e power x square. حد تاني هيقول ان ال y بتساوي x square على طول. الاتنين هيوصلوا لنفس الاجابة في الاخر. انا هشتغل ان ال y بتساوي e power x square. dy by dx بتساوي 2x e power x square. ابقى ال dx هتساوي dy over 2x e power x square. اصابت تيوت با 6x زي ما هي e power x square اللي هي y. dy over 2x e power x square اللي هي y. فال y هتروح مع ال y. والx هتروح مع ال x و 6 over 2 هتطلع integration 3 dy. خلاص اعمل بتبقى ال integration على طول بمتاع السولة يبقى يطلع 3y plus c. اللي هو 3 e power x square plus c. او كده بقى عندي integration. square root كبيرة. one plus square root over x dx. انا عندي هنا كزا مشكلة. او عندي كزا حاجة ملعب كاري الدنيا في الاول. هكتب ال integration بس بطريقة افضل. الطف معي. هقول integration. square root one plus square root x over square root x. هي هي بس وزعت root d.x. تمام. ممكن اقول انه ال y بتسوي square root x. ممكن اقول purple رؤية d slash one plus square root x. ممكن اقول ان ال y بتسوي one plus square root x. انا انا تمام تعالوا معاود سكوار روت y يعني y بار هاف مضروبة فيه او over x بار هاف dx بيساوي dy over half x بار نيجاتيب هاف ده بيساوي سكوار روت y over x بار هاف time 2 x بار هاف dy فالx بار هاف ده يساوي to integration y بار هاف خلاص كده انا وصلت ان انا ممكن انتجريت الكلام القدامي ده بسهولة فهيبقى equal to y بار هاف بلاس 1 هيبقى 3 over 2 y power 3 over 2 over 3 over 2 plus c هيبقى هتطلع equal 4 y اللي هي 4 over 3 y y هشالها وحط مكانها 1 plus root x 4 power 3 over 2 plus c تفهم جده عندي integration lin x square root lin x over x تعالى نكتبها بطريقة تانية هاولين integration 1 over x square root lin x انا عارفة ان الدريبتف بتاع lin x 1 over x موجودة طيب يبقى انا كده هستخدم integration by substitution هقولين y بتساوي lin x dy by dx هيساوي 1 over x ده معناه ان dx هيساوي x dy نعود 1 over x y power half dy dx اللي هي بتساوي x dy عندي ال x هتروح مع ال x فهيساوي integration y power half dy يعني هتطلع في الاخير y power 3 over 2 over 3 over 2 plus c اللي هي بساوي 2 over 3 lin x power 3 over 2 plus c طبام يبقى انا بشوف ايه الحاجة اللي عملاني المشكلة وبقول ان ال y بتساوي function اللي عام ده المشكلة دي function اللي فيها root مثلا او فيها power او اه ال function اللي شكلها عندي integration cosine x over 1 minus cosine square x انا عارفة معلمو مهمة جدا أن sine square x plus cosine square x بيساوي 1 يبقى الكلام 1 minus cosine square x بيساوي عندي sine square x بيساوي 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 ممكن تستخدم integration by substitution في نفس الوقت في حد تاني هيستخدمها by parts والانتول الاتنين هتطلعوا اجابتين مختلفتين بس الاتنين صح طيب انا عندي cosine ها اسم cosine x over sine x time 1 over sine x dx cosine 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 one over sine one over sine بتساوي cosac x dx تمام دراثة بالكوزاك cosac cutan تمام الاتنين موجودينه يبقى أنا كده هستخدم integration by substitution هقول ان ال y بتساوي cosac x dy by dx هايساوي cosac negative cosac x cutan x يبقى dx هايساوي dy over cosac x negative y cutan x نعود integration الكتان cosac x dy dx dy over negative y cutan x عندي y هتروح مع y الكتان هتروح مع الكتان يبقى أنا عندي equal negative integration dy y equal negative y plus c بيساوي negative cosac x plus c تمام جدا السؤال البعد كده بيقول e power cutan x cosac square x dx عندي e وكتان وكزاك functions الفونكشنز اللي عندي كلهم من نفس النوع كلهم trigonometric طيب دي حاجة برضو متقولش ان انا هستخدم by substitution على طول لازم افكر شوي بس انا عارفة ان derivative الكتان cosac square والcosac square الكتان هي والcosac square موجودة هي تمام يبقى انا كده ده hint ان انا هستخدم integration by substitution تمام هقول ان ال y بتساوي ممكن اقول ان ال y بتساوي e power cutan x زي المرة زي السؤال اللي فات وممكن اقول ان ال y بتساوي cutan x على طول انا نغير المرة دي ونقول ان ال y بتساوي cutan x dy by dx هيساوي كوزك سكوار x نعود انتجريشن e power y time كوزك سكوار x نعود عبارة عن dy y negative كوزك سكوار x كوزك سكوار x هتوح مع كوزك سكوار هاي بقى over negative integration e power y dy اللي هو هيساوي negative e power y plus c اللي هو هيساوي y negative e ال y هي cutan x plus c كده احنا اخذنا فكرة عن integration by substitution عامة اه طبعا معظم اللي بيتفرج على الفيديو ده اه قطل بحث عن integration by substitution في السنوية عامة اه اللي عنده اي اسئلة هيلاقي الايميل بتاعي في ال description وفي فايل اه في شوية اسئلة زيادة اللي عايز يحل اللي حابب يحلها ولو حد وقف مع اي حاجة يبعث لي على الايميل شكرا شكرا